أستاذ جمال أستاذ محمود عن مشاركة الأهلي التامنة في كأس العالم الأندية كيف ترى مشاركة النادي الأهلي خصوصا في ظل اللغط اللي كان بيحصل على حاجة منتهية وحاجة يعني حتى كابتن سيد عبد الحفيزي بنهاردة علق على هذا الأمر شوف كابتن أولا يعني أنا بعتقد أنه ده حق للأهلي رجع يعني أنا بقول أن النادي الأهلي برضو مجلس إدارته كابتن محمود الخطيب أثباته لو تفتكر أيام إقامة النهائي الأفريقي من مباراة واحدة النادي الأهلي أثبت حقه فأعتقد أنه تنظيم المغرب لكأس العالم للأندية هذه المرة أتاح الفرصة ده من وجهة نظري للاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي أنهما يصححوا الوضع يعني ما بقولش أنها ممكن مقصودة ولا جهود مباشرة لحادة الدولة لفكرة هو الأسر التحاد الأفريقي لا هو ما يمكن جدا كانت تقام في قطر أو في الإمارات أو في الإمارات كان فيه عروض لإقامتها هناك لكن إقامة البطولة في المغرب الشقيق أعطى الفرصة أن يكون هناك فريق آخر حقيقي والفريق الآخر ده لا يمكن يكون حاجة تانية غير اللي هو طرف الآخر في المباراة نيائية مش هينفع تجيب أي فريق كده اختار اللوايح واضحة اللوايح واضحة يعني وما كانتش محتاجة في بعض الناس اجتهدوا خطأا وقال لك مش عارف يبقى إيه ويبقى إيه لكن الصح هو ده مشاركة النادي الآهلي رغم أنها ليست جديدة عليه يعني مشاركته في كاس العالم الأندية إلا أنها مهمة جدا وجاية في توقيت يعني أنا بقول هي إعادة تصحيح الوضع أن يكون النادي الآهلي موجودا رغم ما تعرض له من ظلم على هامش النهائي الأفريق فنقول أن هي مشاركة جديدة إن شاء الله الآهلي يحاول الاستعداد لها بشكل جيد جدا وأعتقد أن ده ممكن من خلال لو رأى مجلس الإدارة أو لو رأى الجهاز الفني تدعيم الصفوف في الانتقالات الشتوية بلاعب أو اتنين يعني حسب ما يروي يعني بالإضافة طبعا لباقي الكتيبة الموجودة